السلام عليكم ورحمة الله الفيديو اليوم إن شاء الله سوف نتعلم لفاليدات لفمولار برياكت جيس إن شاء الله سوف يكون هذا هو الريزولتا فإن سوف نقلق ونبدأ نعمر هنا في الدونة يبدأ أن يظهر لي هنا الزرور الفوق وفي نفس الوقت يكون الزرور تحت الشرم إذا عمرت مثلا يظهر لي email incorrect إذا جئت هنا مثلا إذا وضعت لي إيميل هنا يجب أن تكون ضروري تشكد وهنا يجب أن يكون لدي أكثر من ميتين كما ترى يجب أن تبدأ الفوق والزحة سوف نفترض مثلا نكتب لي تكسط نكتب لي الموعد نقوم بها أنتم ترى هنا سوف نكتب ونصل إلى الميتين سوف تبقى على الفورمولا ولكن إذا لم تصل إلى الميتين سوف تكون كل شيء لا أحد لدينا الزرور لا يوجد الحق نقلق هنا في هذا البطن نفترض مثلا بالإصابة سوف تكون كل شيء هذا يوجد البطن جيد وإذا قلقت على submit سوف تقوم بالفورمولا وإذا أريد أن أعود إلى الفورمولا سأعود أن نعمر من جديد نقلق هنا سوف يكون هذا والذي سوف تتعلمون اليوم سوف تتبعوا ما يمزين سوف تتعلمون هذه الفورمولا سوف يكون لديكم مشكلة الفورمولا بجavascript أو بريق جيس فرجمة ممتعة نبدأ على بركة الله أول شيء سوف نقرأ هنا واحد الفشياء الذي سيكون فورم 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 وهنا سوف تقوم بالخدمة سوف نتحيل الإرائية أعود إلى سوف تجد Level هنا رأيكم في Github سوف نحتاج الـ Recuperable Valor كما قلت لكم المرة التي تحدثت أحسن طريقة لـ Recuperable Valor هي UsRef سوف نضيفه الـ Code وسوف نضيفه الـ UsRef نضيفه الـ UsRef الـ Name الـ Email الـ Message و هذا الـ Accept كيف سوف نضيفه نضيفه الـ Constant Name يقوم بـ UsRef نفس الشيء سوف نضيفه الـ Email Message و Accept all Conditions التي هي عندما لدي UsRef ما سوف نضيفه؟ سوف نضيفه الـ Callback سوف نضيفه و سوف نضيفه Submit Submit Form سوف نضيفه و هنا سوف نضيفه هنا سوف نضيفه و سوف نضيفه و سوف نضيفه لكي لا تصفح الـ Formula و هنا سوف نضيفه و سوف نضيفه هنا يعني On Submit و سوف نضيفه و سوف نضيفه و هو من الأحسن لكي يكون لدينا Formula سوف نضيفه على On Submit نرجعه هنا و إذا كنت في Submit و لا توقع حتى شيئا سوف نضيفه نضيفه من الـ Action نبدأ بالأول التي هي Name كيف سوف نضيفه 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 الـ Constant و نسميه Name Value بحلاقة و سوف نضيفه هذا الـ Value لماذا لا تسميه نام؟ لأنني لديه نام و نضيفه سوف نضيفه بالنسبة الـ Email Email نفس الأمر بالنسبة الـ Message Message و الـ Accept All Conditions الـ Accept All Conditions و هكذا نقدر نكون ركوبرينا الـ Valors و نقدر نافيشيهم Name Value Email Value Message Value و Accept All Conditions كيف كنت قلت لكم في الفيديو الذي قلت لنا فعله Formula قلت لكم بالـ Check box لا يمكنك ركوبري ما بينها بالـ Value و لا يمكنك ركوبريها بالـ Check it نضيفه 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 نرى ما سوف يوقع لدي Undefined Value هنا لا يوجد الـ References يجب أن نضيفه كل واحدة و نضيفه مثلا رف Name و الأخرين سنضيفهم نفس الشيء هذه ستكون رف Email كنسميهم على حسب الاسمية التي أعطيتها هنا الأخرى ستكون رف Message بحلقة و ستكون لدي هذه البقات هي رف هنا Accept All Conditions نعود إلى تستدابة Actualize Submit و ستكون و ستكون و ستكون Accept و ستكون كل شيء نضيفه Email نضيفه مثلا هنا Message نرى فالور لدي كل شيء هذا في الـ Validation سوف نفترضه باللقاء لأنه Obligator و Email يكون Format Email Message حتى يكون Obligator و يكون على الأقل 100 و هذا Accept All Conditions ضرورة هنا سنحاول نضيفه Bootstrap لكي نضيفه ستكون المساج الذي ستكون نضيفه نضيفه هنا نضيفه نضيفه Bootstrap Default و نضيفه Success و نضيفه هنا نضيفه مثلا Message Sent Success Fully و نضيفه الى نضيفه لكي نضيفه الـ Class Name و نضيفه و نضيفه نضيفه الـ Form و نضيفه المساج Sent Successful أنا أريد أن أتركك لكي نضيفه يعني أتركك يعني أتركك لكي نضيفه المنزل هنا نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه هنا مثلا إذ فورم أو نضيفه إذ فورم سنت مثلا و هنا set is-form sent و هنا نضيفه و سنضيفه هنا false هنا سنستعلم هذه فورم سنضيفه هنا سنضيفه مثلا can't is-form sent و ماذا سنضيفه نضيفه هذا نضيفه و في ال else لا تقفل شيئا ولا undefined ولا ما أريد إذا أرجعت هنا لا أجل الميسج هذا لكي نضيفه سأذهب إلى Submit Form هنا نضيفه و سأضيفه set is-form sent و سأعطيها true يعني سأتصيفة فورمولا وكل شيء جيد إذا كنت في سأخرج سأخرج قبل تصيفة فورمولا شيئا أخر سنضيفه إذا كان مثلا نعمر theValue و accept وإذا سأضيفه خاصة theValue سأضيفه نضيفه function نضيف نضيف Reset for و ماذا سنضيف سأعطي هذه و سنضيف .value التي تقوم و أعطيها ما نضيفه نضيفه كل شيء و كيف تشاهده هنا في check أعطيتها false لذلك تقوم 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 checkbox والفالس نعمر الـ إذا سوف تبقى معاك ResetForm سوف نعيط له هنا لذلك نعيط لهذا نضع ResetForm لذلك يمسح لي لذلك إذا كنت هنا هذه الفورمولار تمسح و أخرج الميسج سوف ندخل الوضع لا يوجدنا الفورمولار لا يوجدنا الوضع لا يوجدنا كل شيء سوف نضع سوف نضع نضع الوضع ValidateForm وهذا الوضع سوف نضع أغرقت ValidateForm يعني سوف نحاجة الوضع هنا من نفس الطريقة نحن نحن الوضع نحن نحن الوضع ونبدأ نرى Valor بValor مثلا هنا نبدأ بالولا نقل لي If name Value نقل لي مثلا إلا كانت كتساوي إلا كانت VID خلفي؟ وسوف نقول له هنا نقوم بإغلاق الميسج لكسب لها field name required إذا كان name معمر سنقوم بإغلاق هذا و هنا فورم نقدر نعيد لها هنا submit سنقوم بإغلاق سنقوم بإغلاق والضع سنقوم بإغلاق و وضع مرحل نظمة الابتاة و ننفق القطقة عبد الابتاة نقوم بتوضع هنا يجب ان تكلم Student Name Required و لا تمر بمضيفه و لن تصليه يعني نبدأ العثم من خلف ناصف والنعمل نقوم بتوضع مملك يجب أن نصحي مساج يكفي هنا أما أ какие نصحيث موجود لدينا أيضا إما نأخذ مثلا هنا نخدمه نخدمه بلاشتامل يعني نخدمه سنأخذ هنا سنقول له بلاشت ما تفعله بهذه ونرى سنقوم بإضافة ونخدم عليها نقوم بإضافة مثلا هنا نحن نعم .current ونختار مثلا نقول لي مثلا .style .border ونعطيها .red .pixel .solid نستطيع أن نقوم بإضافة إذا تنتظر سنقوم بإضافة سنقوم بإضافة البوردر بالحمر سنقوم بإضافة وإضافة ونستطيع أن نقول لي مثلا هنا نستطيع أن نخدم معاية الترام لكي إذا تدخل الاسباس لا تحسب يعني إذا تدخل الاسباس سنقوم بإضافة سنقوم بإضافة سنقوم بإضافة نستطيع أن نقوم بإضافة نقوم بإضافة هذه هي طريقة وطريقة سهلة وكل شيء يمكن أن نقوم بإضافة بالنسبة له لي نقوم بإضافة الـ تقرأ نضيف وجود الزغة سنبدأ نقول نضع واحدة state ونضع errors ونضع setErrors كيف تعمل useState ونعطيها unTableVid ما سنضع؟ نضع setErrors نضع prepState ونضع recuperate state كل ما يعمل باحد الطريقة سيبدأ يأتي لنا ويعمل ب spreadOperator ويعمل باحد الطريقة هذه الطريقة صراحة ليست طريقة جيدة ويجب أن تضع default تقريباً شابهين خليفين تقوم بعمل المشكلة ولكن أحسن طريقة هي recuperate state هذا prepState يعني recuperate من SetErrors ويجب أن نضع هذه هي أحسن طريقة هنا سأقوم بإمكانك سأقوم بإمكانك prepState ويجب أن تضع له واحد وهو name أنا أعمل على name يعني سأقول له name أريد أن تضع لها أو نكتبها بحلقة name أريد أن تضع لها مثلا تكتب field required بحلقة هنا لا يوجد object لذلك نستطيع أن نكتب نصف إلى هنا لذلك نقوم بإمكانك an object سأقول له سأقول له سأقول له name و سأقوم بإمكانك سأقول له name نستطيع أن نقوم بإمكانك هذه حتى هي تكون طابلة الزرور نقوم بحلقة field required و هنا نضع return لذلك نقوم بإمكانك 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 لذلك نقوم بإمكانك الـ return و نقوم بإمكانك لذلك نكون أصدر واحد صفيا هذا القضية بإمكانك بإمكانك لذلك هنا لدي الزرور لذلك أتشاهد لذلك أحاول أن تضع شيء سوف تكون صعيبة هكذا سوف تستطيع نقوم بإمكانك شيء هنا سنقوم بإمكانك json و أعطيه Errors هذا سوف تقوم بإمكانك سوف تتضع name و سوف تتضع field required نقوم بإمكانك نقوم بإمكانك نضع الإيميلي كي أكتب لكم بعمل سنأتي هنا و سنقوم بإمكانك نتستيلى ال E-mail وهنا سنcopy هذه NIT نترى درجة ندرها في فنكسيون نحسن مشكل وهنا سنقول E-mail field required إذا قلت Submit هنا عندي name value.email لا هذه E-mail value E-mail value ونحيض هذه .train إذا أرجعت هنا نعود Submit وهنا سيطلع لها name وال E-mail ونحن لديهم .dvalor ماذا سنقوم بذلك سنأتي هنا بالنسبة لأفشي الزرور بحلقة سنقرأ واحدة الفونكشون نسميها display errors هذه خاصة التي تأتيكم عادية حتى جدنا dtp ونعملها هنا سنقوم بذلك سنقوم بذلك سنقوم بذلك return ونحن نقوم بذلك نقوم بذلك errors dot map ومن بعد سنقوم بذلك نقوم بذلك أعطف لكل error هنا سوف يتروني لأفشي لأفشيه الفكرة التي لدي صراحة سوف أتروني بغير error بحلقة الفكرة التي لديها سوف نضع تستي أقول لي إذا كان errors. . . أقول لي إذا كان أكبر من 0 ماذا سوف نضعه؟ سوف نضع أحد الأعلى بحلقة غيرها سوف نضع أعلى وهنا سوف نضع class name وهذا سوف نضع الخاوية هذا وهما الزرور إذا سوف نرى سوف نجد نضعها بحلقة هذه نسميها وهنا سوف نضع ul وهنا نضع display errors بهذه الطريقة سوف نضع أفشيه يعني سوف نضع هنا سوف نضع ونضع error ونضع هنا error هذا سوف نضع الزرور هنا سوف نضع ونضع error سوف نضع معي هنا نضع نضع error name submit هنا نضع هنا نضع error dot name ما نضع error dot name نضع error نضع هنا نضع هنا name نضع هنا نضع مثلا name هو name field نضع هنا message نضع نضع field نضع هنا field نضع نضع name سوف نضع هنا نضع message field required نفس نقوم هنا 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 سوف نضع email صاف نضع هنا submit سوف نضع هنا سوف نضع هنا سوف نضع الفيش display errors وهنا سوف نضع field لكي نضع هذا field سوف نضع هنا وسوف نضع message حال سوف نضع field required نضع المسج سوف نعمل سوف نعمل بسهولة يعني سوف نبدأ سوف نعمل هنا message value trim إذا كان تعمل 1 و سوف نضع copy و سوف نقوم هنا إلى submit submit هيا تحين آخر إذا يبدأ عود أن تكون ضع 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 كل مرة سوف نضع ضع 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 بحركة لا يبقى أن يزيد لها 0 أو 0 هذه هي الطريقة السهلة صراحة هنا قمت بتصميت إذا بدأت تكليق عليها تبقى ولم يمزغه حيث أشياء فوتن تنعود أن تفعل ذلك هذا الشركين نضيف 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 لا يوجد شيء يخرج أو يخرج غير الإيميل والميساج إذا نضيف في إيميل مثلا سنحيط القديرة للإيميل كي نضيف لم نضيف لا تقوم بلاشة تايميل نضيف بريعك جيس نحيط لها إيميل ونضيفها غير تكست سنبدأ بحلقة بالنسبة لها إيميل رأيها صحيحة ومزيانة لكن بالنسبة لنا لا إيميل رأيها غالطة يعني سنضيف على الإيميل سنضيف نأتي بحالك نستطيع أن نضيف نستطيع أن نضيف نضيف هنا ألس نضيف إلى الممشن نضيف else if email.value و نضيف نضيف الماسك على الإيميل يجب أن يكون دوتيب إيميل يعني تكون في شحاجة Arobas شيحاجة .شحاج بحالك لذلك نضيف إلى هذا الشيء هنا سنعرف بأنه يجب أن نعمل بمش لذلك نرى نرى ما سيقوم بإمكانه يعني ما سيقوم بإمكانه هنا سنقول له يبدأ و يسأل كيف سيبدأ هذا الشيء الذي قامنا هنا سنعبر عليه بonti slash s هنا سنقول له تبدأ يعني تعمل بstring أي شيء كتبتها رقم underscore أي شيء كتبت السيارة سنضيف من بعد سنقوم بإمكانه Arobas بحلاقة و من بعد سنقوم بإمكانه أعطي الشيء بإمكانه anti slash s و من بعد سنقوم بإمكانه و سنقوم بإمكانه بإمكانه escape و لنقوم بإمكانه لا تتسابع سنقوم بإمكانه و سنقوم بإمكانه هذه هي واحدة الماسك واحدة الريجكس التي سهلة و سنقوم بإمكانها لكي نعمل بإمكانه بإمكانه هناك واحدة التي حسن الصراحة لا تبقى هذه جيدة للتعلم الشيء الوحيد الذي يبقى هنا قمت بإمكانه character 1 و هنا من يكون character 1 و هنا من يكون character 1 سنقوم بإمكانه بالإمكانه هنا إذا لم تحقق هذه الماسكة ما نقول نقول مثلا email incorrect بحق سنقوم بإمكانه هنا email match نعطيه regX email هنا يجب نقوم بإمكانه هنا نقوم بإمكانه نقوم بإمكانه عندما تحقق هذه الماسكة سأقوم بإمكانه هذا كتابة تأتي إذا كانت يظهر field required على email نقوم بإمكانه نقوم بإمكانه نعود نقوم بإمكانه و يظهر field required نقوم بإمكانه submit email إن دخلت أحد الإمكان الصحيح هنا سيظهر حتى error و الفورميلا سيقوم بإمكانه ولكن يجب نعود المساج من كيف سنقوم بإمكانه هنا في validate هذا يجب أن أتبقي حتى نقوم بإمكانه إذا سنجد هنا أن نقوم بإمكانه الحقيقة من أو إذا في كل واحدة أم أو سأتبقي set is form هنا نقوم بإمكانه state لنضع الform valid او لنضع ونستطيع ما نضع نستطيع بحالة يبقى لي الاختيار سأختار ما نضع نختار مثلا هنا نقول لي مثلا شوف لي او نضع ال state حسن نستطيع أن نضع نستطيع أن نضع is for valid set is for valid تساوي useState ما سنقول لي لنضع الوضع لنضع الوضع لكي أعرف ما هو valid نضع ال errors نضع .lent يجب أن تساوي 0 إذا كان errors .lent تساوي 0 إذا كان الفرمولة سيكون valid وإذا كانت تخالف 0 سيكون شيء valid سأقوم بحالة 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 هنا لديه k الذي لم تزده سأقوم بحالة k لنضع شيء هنا سنضع بحالة سنكتب is form valid سنضع بحالة to ضع 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 set is form ضع 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 و ضع اخط ضع اخط ضع نقول لي أرى عرفك عندما تشغل الحقيب الأرار عندما تشغل الحقيب تم إليه هنا صحفا أرى ماذا تفعل السأل لكذا كل بسبب وقته يدعون عندما تشغل الحقيب عندما تشغل حقيبه وجهت الرأس أو تفرق فيценca تراسي الى فهمي ماذا بالضع نجد هذا هنا سألت نصبح لفول سأقوم بالضع إذا عمرت كل شيء هو هذا عند تصميت سوف يخرج على true إذا فوق ملاقه سيكون valid وكل شيء هو هذا هنا ماذا سنقول له had is form valid is form sent هنا سنأتي الـ 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 و سنقول له if is form valid إذا كان formula valid نضيف نضيف الـ formula و نضيف الـ reset form بحالة سنضيف كل شيء جيد إذا رجعت submit لدي شيء مشكلة نحاول أن هناك is form valid ولكن نرى ماذا سوف يكون is form valid inspect لدي الـ كي نسيت بلاسة تقوم في display arrows الـ 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 و هنا نعود أن نضيف الـ 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 حلت المشكل غير ما اكتواليزت هناك أخرج و لماذا تقوم بها نضيف مشكلة is form valid هنا نضيف حالة على المشكل ليسا valid لماذا تقوم بها valid هناك سيكون مشكلة مشكلة في هذه لا تقوم بها في الوقت هناك شيء نحاول 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 نضيف ونعمل بـ return يعني نضيف هناك بـ ونضيف هناك نحاول اس form valid نحاول من قاعد استعمالها اس form valid هناك وهناك نحاول نضيف ونضيف ما سنقوم بها سنقوم بها سنقوم بها نضيف نضيف اس form valid نضيف فالس وهناك سنقوم بها مثلا في هذه الحالة سنقوم بها هنا نضيف نضيف true وفي كل حالة من هذا نضيف فالس يعني إذا كانت هذه ولهذه 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 يعني الحالة كاملة وهناك سنقوم بها سنقوم بها اس form valid يقول بالطريقة لا يوجد مشكلة عندما قلت سأضيف ثم سأضيف سأضيف ونحن سأضيف أقواص ولكن سأضيف ونقوم بها لذا سنقوم بها فالس فالس لذلك المحاول نقوم بالطبع بعد كلكي سأخرج فالس كل شيء هو هذا هنا نحيط هذه ولكن بعد ما بعد لكي لا تدخل أريكم هنا ما هي المشكلة التي توقع أريكم هنا أريكم هنا Errors لاحظوا معي المرة الأولى ماذا ستعطيني إذا قلت ستعطيني Errors بالتابل وفيد ونسبة لنا بالتابل وفيد إذن نرىها لا يوجد أيضا إذا لم تتمكن أيضا إذا لم تتمكن أيضا بالتأكيد أنكم قلتيني لا تعملوا ببريف State هنا إذا قلت لكي تجربة نشان من State نشان ستجربة من Gator الذي هو يمكن أن تكون بقى لا تتمكن أرجوك من الأحسن نقوم بإذن إذن طرق صراحة كيف نعمل 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 بإذن نعمل نعمل نقص فيها سنحل بحلقة سنعيد ثم نضيف نضيف ثم نضيف إذا قلت بحلقة أتبع هنا Accept All Condition Value إذا كانت مشيتشيكد هنقول لي خاصة هاتكون إذا كانت مشيتشيكد سنقول لي هنا Accept هنقول لي Accept بحلقة ما نسميناها نسميناها All Conditions بحلقة هنكسب لي هذه ونقول لي هنا مثلا Text Boxed أو The Check Box Must be Accepted أو Checked بصفة وهنا بل عودة Submit هنطلعو كاملين ونحن عمار بهد وصحة إحداثة هنبقى خلصنا نكليك إلى هذا الأخرى قلت فيها أنا Field Required حيث ما نشانجتش البلاصة اللي خلصنا نشانجي فيها ونرجع هذه بحلقة ونقوم هذه بحلقة ونقوم هذه بحلقة ونبط هذه بحلقة هذا الأمر ليس يظهروا لأن أفشهم له هذا المساج ويجب أن يكونوا صراحة سنيفك ليس بحلقة ونقوم بحلقة ونقوم بحلقة بحلقة لأنني أفشهم كيف تكون محلقة لنستطيعهم لأنه يقرب هنا كيف سأفعل؟ نخدم بـ Use Effect Use Effect ونقوم بـ Errors سوف نقوم بفعل سوف نحرق على المساعدة الأفضل سوف نقوم بإثقاءة وجدية و لكن قمنا بإثقاءة نرى 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 نضع نرى نرى نترك ثم نضع نرى سوف نحرق كل ailment و نفعل نرى وهنا الصراحة يبدو أن نقوم بشانجمات عندما نقوم بعمل بالتابلو نستطيع أن نقوم بشانجمات يعني سنحاول أن نقوم بشانجمات لن يبقى بشانجمات يعني هنا سنقوم بشانجمات بهم كاملين هنا سوف نزيد الـ return في كل واحدة فيهم سوف يكون لدي الكود أو بحلقة لكي نقوم بعمل بشانجمات ونقوم بعمل بشانجمات ونقوم بعمل بالتابلو سوف نزيد شيء واحد وهذا فيلد يجب أن نقوم بديناميك ونقطع الـ direct mode نحيط هذا فيلد ونقوم بعمل بنيشان بحلقة يعني سوف تقوم بعمل القضية بحلقة من الأول نكمل الأخرين دعون ذلك سوف نختار الـ 0 لأن يعني أنه هنا أكتشيز سوف يجب أن نقوم بعمل المشاكل هنا أبدا نذهب إلى أفصل فيلد ويوجد شيء المشكل فيلد فلدي شيء لماذا فاكسبت فأنا لدي relegable فلدي شيء فلا يوجد شيء نقوم بعمل لأن ن Mountains التي يوجد نحيط هذا إن بحلقة يكون لديك شيء هنا يبقى لديك شارجة لزارة كيف ترى ما أبقى يجب أن نبوكل على هذا Object Case سأذهب إلى Display Errors هنا يبقى Display Errors يجب أن ترى Errors.Lent سيكون أحيث لدينا لا يبقى لديك شارجة سأقول لديه Undefined سأقوم لديه Undefined ماذا سوف نفعل هنا؟ هذه هي JSON ماذا سوف نفعل؟ سوف نفعل استعمالها وهذا سوف نفعل Object .Case ونعطيها Errors ماذا سوف نفعل ماذا سوف نفعل Errors.Map سأحاول لديه أخرى ونفعل ذلك لا يمكن أن نفعل شيئا ماذا سوف نفعل Errors.Map ماذا سوف نفعل Object.Case هنا لا يبقى Map ماذا سوف نفعل ماذا سوف نفعل ماذا سوف نفعل ونعطيها 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 سوف نعطيها ونعطيها Name ونعطيها Field Required Field Email Message Field Required Accept All Conditions و The Checkbox Must Be Checked يعني كل شيء يوعدك كيف ترون كيف ترون هنا باقي عندي مشكلة المشكلة مبدلتها سوف نفعل ذلك Name Game Field Head Field Required هيا هيا Email وصف دبعا أعتقد أن كل شيء هو نعطيها نعطيها هيا دبعا تكون عندي Name Email Message و Accept All Conditions نخدمه ب Spread Operator كيف نبدأ Level هنا Display Arrows سوف نأتي هنا وسوف نأخذ من Letter سوف نأخذ منها نأخذ منها نأخذ منها أول Field وهذا وهذا والثاني سوف نأخذ منها Message نهاية هذه هنا سوف نأخذ Field ونضع ونضع وهذا يبقى هو نرجع هنا Submit وهذا سوف نأخذ الزرور ما سوف نستفيد بهذا شيء كامل الذي قمت لكم هذا ما سوف نستفيد سوف نضع Display Function اسمها Display Error الذي سوف تأخذ Field Field Name حيث ونضع الرئيس ونضع Error حيث هذه الخدمة سوف نعطيها Field Name ونضع Error استعمال سوف نضع كل مرة سوف نضع Class Name سوف نضع Display ونضع هنا سوف نضع Field Name الذي هو Name هذي سوف تكون Email هذي سوف تكون Message وهذي سوف تكون نضع ونضع 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 Accept All Conditions ونرجع لنا ونضع ونضع لكم هنا Console.log ونضع 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 Field Name ونضع ونضع Actualize ونضع 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 Name Email Message ونضع 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 Field من Field سوف نضع هذا يعني ما سوف نفعل سوف نضع Errors ونضع ما سوف نضع لكم سوف نضع Errors Field Name سوف نضع بهذه الطريقة سوف نرى ونضع 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 ونقرأ كل شيء ونضع مثلا const Error ونضع هذا Valor سوف نضع If Error تتخلف Undefined Add Return له هذه نضع ونضع 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 سوف نضع ونضع ونضع بسهولة Error سوف نضع ونضع في Div يكون لدي مشكلة في Checkbox ونضع هنا هنا ونضع Flex ونضع Flex بحلقة ونضع لذلك 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 سوف نضع ونضع ونضع أخر ونضع 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 جيدا جيدا هنا نستطيع إما نضع Color ونضع إما تعمل Bootstrap ونضع Class Name نضع Text Disputed هذا لكي نضع بحلقة خفيفة ونضع ونضع لها Text Danger normal تحيط text muted ونضع نضع هذا إذا رأيت سوف نضع حلقة نضع ومثلا Submit ونضع كتبان ونضع هنا كأرر ونضع شيئا 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 ونضع ونضع يعني لدي مشكلة في checkbox وعندما تكون checked تبقى ونضع شيئا نحاول ونضع لكي نعرف المشكل كيف تطلب accept .checked inspect Submit ونضع 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 الـ ونضع الـ .checked لذلك لا يريد أن نضع الـ .checked ونضع 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 formula نضع شيئا هي border إذا كان border إذا كان border سأخبر إذا كان error إذا كان البخدور بالحمر لكي نضع هذا سنحاول نضع display error ونضع فункция error ونضع getError ونضع تكون return ونضع errors ونضع get ونضع هذه نضع تكون نضع نضع name ونضع ونضع موقع تكون موقع ونضع 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 هذه لنضع سنضع فنكشن ونضع ونصم هنا has error ونضع 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 getError إذا كان getError fieldName تقوم set set undefined يعني إذا كان undefined سنضع error إذا لم كان سنضع ونضع 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 ما سنضع ونضع ونضع هنا فوق ونضع error ونضع here error fieldName إذا كان error لا يوجد شيء ونضع هذا ونضع هذا ونضع كل شيء جيد ما سنضع هنا في display error إذا كان error سنحاول نحاول recuperation dynamically هذا ونضع كيف سنضع 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 window dot window ونضع لا يوجد طريقة جيدة لا يوجد كيف يعمل ونضع window fieldName ونضع ونضع console dot clock window fieldName ونضع 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 email ونضع textarea ونضع هذه ونضع ونضع هنا ونضع email ونضع 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 شيء منها ونسميها name نستطيع نضع طريقة حسنة ونضع window.name ونضع ونضع ما سنضع نضع بم سنضع ونضع plan ونضع ونضع ال ID هنا كل ونضع ال ID هو الذي استعمال هنا نضع ونضع نضع ونضع error ونضع 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 ونسميها const field field ونضع ونضع document.querySelector ونضع ونضع javascript ونضع ونضع tilde ونضع 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 ال ID ونضع 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 field name ونضع 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 field الذي يريد يعمل هنا ونضع هنا ونضع 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 .style .border ونضع 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 red ونضع ثم ونضع 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 .pixel أغلب .validation هنا أنا أغلب ونضع ..مت ونضع حمرة وتجعل . ونضع هنا سيخصصها من بعد تولي بالخضر ولا تولي بالدفولت يعني نستطيع أن نحيطه نقوم بإمكانه .remove attribute ونعطيه نستطيع أن نحيطه الكامل لأننا نجد الآن سوف نعطيه سوف نعطيه هذا الرأس حتى لا يستطيع أن نستطيع الattribute .property of null لماذا؟ لأننا في الRef في الUseRef ستكون لا يمكنك خدمته يعني كان هناك الوقت الذي تكون الفيرانس لا يمكنك أن تكون سأقوم بإمكانه هنا نقوم بإمكانه ونقوم بإمكانه ونقوم بإمكانه ونقوم بإمكانه هنا ستكون الفيرانس ونقوم بإمكانه .field هنا أنقول لك تخالف .undefined إذا كنت تخالف .undefined نقوم بإمكانه .h غيره هنا عندي درجة .field نرجع له هنا .actualize نقوم بإمكانه بقي نفس الأررور أحسن عندي نيل .undefined نرجع له هنا سوف يدابع لك شيء ختم .actualize كل شيء هو هذا .submit لديه كل شيء بإمكانه .نعمر لهذا الشوش .submit .هذا ما طالعين لديه مزيد .بقى لديه .message .هذا مزيد .accept .submit .كي تصفت الفورمولا .نحاول نعود نعمره دابع وثاني .كي نرىكم واحد المشكلة .إذا كنت تقوم بإمكانه .كي تصفت .إذا كنت تقوم بإمكانه .كي يبقى هذا المساج حتى هذا المساج يجب أن يتحيط .كو .كان يوجد .يعني سأعود .في .البقى .هذا .هذي .الهذي .الذي .هذي .هذه .نكوبي .هذه .وأقول .هذا .عنال 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 .نعود .نفس .تست .نفقت .هذا .Submit .في .لقد .إنال .عنال قبل أن نسلوا الفيديو سنزيدكم واحدة القضية جيدة التي ستعجبكم كثيرا لكي نقلق على Startmate ونبدأ نعمر ونخرجه ستبقى هذا بالحمر نزيد واحدة Listener يعني سنزيد ونخدمه Views Effect هنا ونخدمه على Errors فيما تشانجه Errors سيطلق Validate Form إذا بدأت أن نعمر ستفاليد بدأت أن نعمر بقع Email Uncorrect شاهدوا معي دابل زرور Field required إذا بدأت تعمر Email Uncorrect إذا بدأت تقوم بقع Email إذا بدأت المرأة ميساج تعمره Accept كل شيء هو وعدك سنزيد واحدة قبل أن نبدأ لنسلوا الفيديو هي Submit هذا Submit لكي يكون الزرور تكون بالغرية هنا سنزيد نزيد UseState سنأتي هنا بلاسفين عندي UseState نقدر نزيد مثلا IsFormValid IsFormValid وهذه Set IsFormValid وتكون في الأول مثلا False من بعد شنو سنفعل؟ سنحبط هنا الوقت الذي كان نرطرني هذا الفيديو سنفعل Set IsFormValid ونضع فيها لفالغ غير هو هنا عندي IsFormValid نقوم بزيان كل شيء هو هداك ونحاوله دبا نمشي البوتون ديالنا ندره Disabled ونضع ونضع IsFormValid هنا سنزيد واحدة جوجة على ما التعجب وسنقول لكم لماذا نرجع دبا هنا نغلقها طالع بحلقة نحاول 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 لكي تقول لدي IsFormValid إذا كانت لدي هنا الفيديو فاليد سنضع نضع 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 لكي نضع البوتون إذا أرجعت نرى الغلقة إذا أقومت هنا Coupier Accept ونضع في البوتون ونضع Submit هنا قد تضع يظهر هذه المشكلة لديه في Errors ونضع ونضع أحد هنا على Errors UseEffect ونضع ونضع هنا هذه خوية لا يمكن هذا ونضع لديه المشكلة هي التي تضع المشكلة لديه أريد ولكن نحن صفت الفورمولا سأعود لكم هذه المشكلة هنا صفت الفورمولا يعني في هذه الحالة فإن كل فورمولا غير صفت لا يجب أن نفعل لا يجب أن نفعل المشكلة يعني سأعود هنا إذا سأعود إذا سأعود إذا كان الفورم سأعود هذا ولكن هنا سأعود العقس يعني سأعود إذا كان المشكلة لا يجب أن نضع إذا فورم سأعود هذا الكود إذا سأعود هنا نرى ما هو مواقع سأعود كل شيء هذا نعمر المشكلة لم يكن هنا لم يكن المشكلة هنا لدي مشكلة سأعود كل مرة لماذا لدي هذه المشكلة لأن سأعود هنا أول بالضبط هذه 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 سأعود في المشكلة التي تخسر هي هذا العقس لأن سأعود إلى المشكلة كل مرة سأعود في المشكلة المشكلة والمشكلة تعمل الفيوز يعني سأعود المشكلة 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 في الأصل الطريقة لا تعمل سأعود كثيرا هذه نستطيع هذا ونجد طريقة المشكلة التي تكون بوحدة بوحدة نبدأ بالنام ونشانج ونكوبيعه ونضعه في الإيميل ونضعه في الميساج إيميل النام والميساج وضعه في الإيمبوت حتى فاتي دبعي لشانجيت لفالغ كنعيط اللي أنا أخدم عليه سوف يرجع هنا الهندل ونضع .ich هنا يجبط لي الإيميل اللي أنا أختم عليه وهنا يجبط لي فقط لا أحتاج شيء كامل نستطيع أن نعيط ونحتاج هذا الأ إذا دخلت المرة الأولى تكون هذه الـ نعمر الإيميل ونبدأ بالإيميل إذا دخلت هنا مثلا هنا نعمر الميساج نعمر الميساج إذا دخلت سوف تصدق الفرمولة إذا بدأت نعمر هذا سنعود في الـ كل شيء سنضع حتى تطوير آخر لهذا الكود لنا بالأسماع نخدمه بالـ الفرمولة كامل سنقوم بالـ Element par Element يعني هنا سنبدأ كل شيء نخرجها بوحدها نقدر هنا نضع Validate Element مثلا مثلا ما سنقوم بمثلا هنا عندي الـ نقوم بها ونضع هنا هذه سنسميها Field Field وهنا نضع Field .Value .Train سنقوم بمثلا سنقوم بمثلا وهذا Is Form Valid نقدر نقوم بمثلا نقوم بمثلا نقوم بمثلا نضع Is Form Valid ونعطيها False وهنا سنقوم بمثلا هذه ونضع هذه ونضع بمثلا هذه الحالة كان نقوم بمثلا نقوم بمثلا Validate Required Element وسنعطيها لشان اللي عندي هنا اللي هو Name يعني ندوز لها نقدر هنا ندوز Name وهنا سنقوم بمثلا .Current هذه رجعها هذه وهذه .Current .ID نقدر نخدم بالName ونقدر نخدم بأي حاجة أخرى يعني هنا Validate Required Element ونعطيها Name ونعطيها Email يعني ما بقى عندي Name هنا ما نحتاجه والEmail يبقى عندي لوكات ثانية يبقى عندي غير لوكات هذا الذي ستكون فيه الValidation نقدر نضع فونكسيون نقدر لا ندرج 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 ونعطيه هنا Message ونحديد لي هذا الشيء كام نحن نقوم ذهب في كود هذه نقدر نحن هنا إذا نعمر يبقى كل شيء خطة نعود لكم الأول أنا نعمر ذلك نعمر جيد ونحن هنا Handle Change فورمي يعني عشاك نقوم بأن نعطيه لهذه وهنا نقدر شيء أخر في كل واحدة نقدر مرة واحدة على الفورمي ونحن تقوم بها على كل شيء هنا ما قلت له On Submit أو On Change Handle Change نرجع هنا نActualize نعمر شيء هنا في الإيميل المساج مزيد Accept هذا هو البطن ستجد هيا فورميلا بعد أن تنعمر ثاني ستجد الآن نقدر هنا نضيف فورميلا نحيط هذا كامل سنأتي هنا سنقول في الحالة فورميلا ثم الصيف وهي هذه سنضيف هنا سنضيف مثلا هذا جمبوترون في Bootstrap وهذا وهذا وهنا هناك شيء مثلا نضيف هذا المساج ونقدر بحلقة ونطلع المساج هنا نحيط هذا نغير بclass name وهذا يرجع return to main page أو home page أو contact page وهنا ندله point لكي أحكى بحل سيعود actualize إلى page هنا ينزل thanks و thank you for your message وصفي هنا سنعمر لدي message accept submit هيا طلعت هنا سنعود actualize قتل لدي شيء واحد هي هذا formula كامل سنحيط ونضع في الحالة النفي يعني هنا إلى كل formula ما تصدفت سنعود test message accept submit هيا message successfully نحاول أن نخدم message لا يكون قد 100 سنعود هنا لدي المساج المساج ولا نقدر نكوبية هذه ونقلها ونخدم هنا على message value يعني نضع message value ولنضع message dot current dot value ماذا تكون خاصة لديها يكون أكبر أو يساوي 200 يعني 200 200 character minimum 200 character هنا نقدر نضع const من message length ونعطيها 200 وهي نخدمها هنا هنا ما سنقول سنحاول نحاول recuperate current message length ونحن ونحن recuperate من هنا نقدر نضع إلى هنا ونضع هذا ونضع هنا ونأخذ هذا ونضع هنا ونقدر كل شيء جيد ما سنقول هنا هنا سنقول له message should be نقول له greater مثلا ثم ونعطيه هنا ما هو من character يريد أن تكون فيه مثلا في هذه الحالة ستكون عندي من message length ونضع هنا بين قوسين ونضع current نضع current message length نضع مقصبة على ونضع المين message length بهذا هذا هنا هنا نضع نحاول كيف نضع هنا هنا نضع ID ونصفت معه love نحاول نcopy ونضع هنا التحت ونضع نضع هنا وهنا نcopy هذا المساج هو الذي سنصفته كمساج ونضع هنا ونفس الحاجة بلس ما نضع هنا سنضع هذه سنضع .current .ID ونفس الحاجة سنضع هنا لتحت بنسبة لهذه نفس الحاجة هنا accept all condition هذه ستكون message وهذه accept all condition ID ستكون checkbox must be checked يعني نحاول هذا شيء هنا سنضع كل شيء هو هذا نحاول هذا return وكل شيء سيكون جيدا نحاول نعود نقرأ الكود لدي current message ونقرأ ونقرأ آآ غير هو هنا يجب هذه تكون أصغر يعني إذا كانت أصغر سنطبقه ما شيء أكبر أو تساوي نبدأ هنا هنا نبدأ نعمر مثلا نحاول 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 أنا نحاول ونحاول ونحاول نحاول 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 100 characters لا يصبح أصغر كل شيء هو وكل شيء نضع نضع الـ email ونأخذ ونضع ونضع الـ ونضع وكل شيء كان هذا ونحاول الفيديو اليوم ونحاول ونحاول هذا حلم الحلول ونحاول ونحاول أي شيء أعجباتكم ونحاول نحاول ونطلقوا الفيديو بإذن الله